الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة العملي الثالثة لبرنامج Solidworks والتي نستكمل فيها القطع المتبقية من التجميع اللي نزلت معه الرسمات على البلاك بورد رابط Lab Projects اليوم معنا رسمة الشافت هذا الشافت رح نعمل له تصميم ثلاثي الأبعاد باستخدام Solidworks لو نلاحظ بداية انه كل المعطيات هنا كل المقاسات موجودة مع الأبعاد الطولية والأقطار داميترز كله معطا فهنا أفضل طريقة هنا تكون معنا هي بداية أن ننشئ دوائر ثم نعمل Extrusion دوائر ثم Extrusion على حسن الأقطار اللي معنا معنا القطر أقطار الخارجية طبعا معنا القطر الكبير اللي هو 18 ملي متر واللي أصغر منه قطر 12 والصغير مرة هذا تبع الشامفر هذا يجي 8 نروح على Solidworks نفتح جديد Part OK انا نفتح جديد قطر البر انهéro أنه خلق الملاحظات نعمんです نجة قطر نجز طبعا حتى نبدأ في رسمة الاسكتش لابد اول شي نعمله نختار واحد من المسطحات نشتغل عليه ما تقدر تعمل اسكتش الا على مسطح معين خلينا نختار Front Plane ونجيبه مباشرة علينا هنا View orientation Normal 2 ثم نبدأ معانا الشافت عليه 2 Cylinders بقطر ثمانية وكل واحد فيهم بطول خمسة عشر ثم السيلندر اللي وسط السيلندر اللي وسط السيلندر اللي وسط هذا بقطر ثمانتاش وعلى طول خمسين طيب يلا نشوف نرسم دائرة دائرة ثم نجيبه سمارت دايمينشن نعطيها مقاس كم؟ مقاس ثمانية ملي متر نعطيها ثمانية ملي متر ثم نعمل ثم نعمل نعطيها المسافة هذه با ديفولت تجي عشرة نعطيها 15 ملي متر ونقل اوكي تمام وبعدين بعد ما رسمنا هذا القطع اللي تحت مثلا قطول 15 راح نرسم ملاسقة عليها طول 50 قطر 15 نجي نعمل تحديد تحديد لهذا المسطح من هذه الجهة من قاعدة السيلندر ثم نجيبها نارمال ونرسم عليها دائرة نجي نرسم عليها دائرة بنفس المركز نروح ونعطيها القطر هذا 18 قطر 18 نعمل اوكي اضغط على F عشان تشوف الصورة كلها ونروح على خطوة نعمل نحفظ هذا الملف طيب هذا راح نحفظه طبعا طبعا راح نسميه طبعا احفظه في نفس المكان اللي اشتغلت عليه انت اخر مرة خلي نشوف احنا اخر مرة عملنا فيه مجرد مجرد احفظه 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 نسميها ايش نسميها نسمينا هذه القطعة احفظه يلا الدايرة اللي رسمناها نروح على نعمل extruded bus نعطيها كم نرجع هنا على طول خمسين على طول خمسين ملي متر يعني هذه المسافة خمسين ملي متر نعطي اوكي اوكي وضعط على F تجيك الرسمة كلها نعمل سيف بعد ما عملنا سيف نضيف من الجهة هذه ايضا نفس الشي بقطر ثمانية لكن هي بقطر اثناشا اتوقع ان عملنا خلط في خطأ بالاول في البوس الاولى في سكيتش الاول تضغط على edit هذه فوق على اليسار بس تضغط عليها تجينا رسمة الثمانية بدل ثمانية نخلي اثناش نعمل نضيف من الجهة ثم نضيف من الجهة لان القطر اللي معانا هو قطر اثناش و احنا رسمنا قطر ثمانية طيب من فوق هنا نفس الشي نعمل تحديد لهذا نضيفه الثسنة نجيبه و نرسم عليه نرسم عليه دائرة نروح نعمل بقطر ثناشا انتر اوكي ثم نروح على ونعطيها طول خمسة عشر ثم نحفظ الفايل نحفظ الملف تمام وبعده ينشر التفاصيل اللي معنا معنا شنفر تحت وشنفر فوق اثنين ملي متر ضرب الخمسة واربعين نجي هنا على شنفر شايفين فلت افتح الشنفر تحديد ايش اللي تبغى شنفر نبغى هذي ونبغى هذي طيب مميزات الشنفر هذي اثنين ملي متر وهذي خمسة واربعين نقول اوكي طلع معنا شنفر هلا نحفظ ولم يبقى معنا الا ايش الا التجويف هذا من جوا هذا التجويف وهذا التجويف اوكي التجويف هذا قطره 6 ملي متر التجويف قطره 6 ملي متر مكان التجويف المقطعي يجي على بعد خمسة وعشرين ملي متر من القاعدة الكبرى هذي يعني على وسط الخمسين والتجويف الثاني يجي على البحور مباشرة 6 ملي متر تمام طوله كم خلينا نشيك طوله كم ثقيلة واحدة معلش طوله ما نزلناها ثقيلة واحدة نشيك من ثقيلة معلش طولها 45 طولها من هنا 45 دعونا نأخذها لكي تكون بين الجميع من هنا نعم نعم خلاحمة نعم دعونا نقوم بإضافة دعونا نقوم بإضافة نقوم بإضافة 45 دعونا نقوم بإضافة لا يوجد شيء يا شباب نقوم بإضافة الفيديو الجديد نقوم بإضافة هذا الفيديو الجديد مع المسافة 45 وبنزل لكم إن شاء الله على المكبور طيب مسافة الثقب هذا طوله 45 يلا نجي نروح على نختار واحد من المسطحات شايفين المسطح اللي يقطع القطعة وسط انت بس عدي عليهم كده ما تضغط هذا المسطح بيقطع القطعة على نصفين فراح نرسم عليه هو في الوسط هنا راح نرسم عليه دائرة بقطر 6 ملي متر 6 ملي و لازم نحدد المسافة إن المسافة من هنا إلى هنا نقوم بإضافة من هنا نقوم بإضافة 15 ملي و من هنا 25 ملي فيجي على بعد كم؟ طبعا لا هو أساسا على بعد على بعد أربعين 15 25 أربعين و نقوم بإضافة و نقوم بإضافة 40 ملي و نعطيها انه و نقول انه هذه النقطة وهذه النقطة هوريزونتال نعطيها اوكي ثم بعد ذلك نروح على نعطيها 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 تمام هي من جهة واحدة نعطيها من جهتين راح يعدي من الكل نقوله اوكي ونحفظ هذا عسان التزييد الثقب الثاني الثقب الثاني الثقب الثاني من هنا نجيب هذه السيرفس نعمل تحديد لهذا البيس ونجيبها عمودي علينا نرسم عليها ايش ايضا نرسم عليها نعمل عليها ستة ملي متر تمام؟ في عندك في الفيتشرز هنا ما يسمى بال هول فيزارتس هول فيزارتس طيب فعل هذي هول فيزارتس قبل التحديد فعلها نحنا نبغى نعمل ثقب ماذا شكله؟ تختار لك شكل من هذه الاشكال كلها تمام؟ هل هو هذا؟ هل هو هذا؟ طب راحنا راح نعمل هذا ثقب عشان التزييد ماذا ثقب عشان مصمار أو شيء حسنا؟ طيب وبعد القطر ستة ملي متر تمام؟ طيب المسافة تمام نعطيه بلايند ويكون ثرو أولا تعطيه بلايند هنا يطلب منك المسافة كم؟ المسافة 45 المسافة هنا تعطيها 45 بس كده تعطيها تجي على هنا تجي على هنا تجي تقول له هنا تجيبها على المحور مباشرة هنا حسنا؟ ونقول له حسنا وخلص طلع ما نرفع طيب لو عملنا كات لو عملنا كات نحفظ هل هناك تفاصيل ثاني؟ يلا نشوف نتوقع أنه كل التفاصيل عملناها كل التفاصيل كل موجود ممتاز احفظ نحفظ 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 كده نتهينا من رسمة الاش من رسمة السيلندر نحفظ نحفظ نحفظ